اشتركوا في القناة مع سلسلة من اكتشافات الغاز الكبرى في المياه الاقليمية وبحسب الخبراء الدوليين تعد مصر واحدة من افضل الاماكن المناسبة للخفر ليس فقط بسبب الاتشافات ولكن لقربها من اوروبا التي يزيد اعتمادها على الغاز يوما بعد يوم وقد ساهم دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعي ساهم بقوة في الوصول لنتائج متميزة وتعفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استخمارات اضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية خاصة في ظل ما تشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستخمارات حول رحلة الغاز الطبيعي في مصر من الاستيراد الى الاكتفاء بالدور حلقتنا النهاردة من برنامج ملفات مع ضيفي في الاستوديو المهنجز سيد طاهر عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة نور نبش مهنجز ربنا خلينا نروح حضرتك خلينا نطلع تأرير وبعد هذا التقرير نفتح هذا الملف مع ضيفي المهنجز سيد الطاهر عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة فابقوا معنا وضعت الدولة المصرية نصب عينها خطة طموحا للتحول الى مركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والمساهمة في تأمين احتياجات الاسواق العالمية لا سيما مع تنام الطلب في الاسواق الاوروبية على الغاز المسال وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بما تمتلكه من بنية تحتية قوية تتمثل في شبكات ومصانع اسالة ومواني تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام فضلا عن اطلاقها استراتيجية وطنية تقوم على جذب الاستثمارات الاجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات بالاضافة الى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الانتاجية والتصديرية لتصبح بذلك لاعبا اساسيا في سوق الغاز العالمي وفي تقرير لمجلس الوزراء تضمن جهود مصر لدخول قائمة اكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى كشف التقرير ان مصر احتلت المركز الرابع عشر عالميا والخامس اقليميا والثانية افريقيا في انتاج الغاز عام 2020 بحجم انتاج سنوي بلغ 58 مليار متر مكعب ونصف المليار وذلك وفقا لبريتش بيتروليوم وقد حافظت مصر على مستويات انتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي على الرغم من ازمة كورونا وتداعياتها وخلال عام 2021 وصل حجم الانتاج ل66 مليار متر مكعب فاصل 2 من 10 والاستهلاك 62 مليار متر مكعب فاصل 9 من 10 بفائض 3 مليارات متر مكعب فاصل 3 من 10 بينما سجل الانتاج 63 مليار متر مكعب فاصل 2 من 10 في عام 2019-2020 والاستهلاك 59 مليار متر مكعب فاصل 6 من 10 بفائض قدره 3 مليارات متر مكعب ونصف المليار ونجحت نصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018 ومن ثم عادت الى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال حيث سجلت عام 2018-2019 انتاجا بحجم 66 مليار متر مكعب واستهلاك 61 مليار متر مكعب فاصل 8 من 10 بفائض قدره 4 مليارات متر مكعب فاصل 3 من 10 ولفت التقرير الى ان نصر كانت قد تحولت الى مستورد للغاز الطبيعي منذ عام 2014-2015 بعدما سجل حجم الانتاج 46 مليار متر مكعب فاصل 8 من 10 والاستهلاك 47 مليار متر مكعب لكن العجزة راجع مع بدء تشغيل حقل ظهر حيث سجل 4 مليارات متر مكعب فاصل 9 من 10 في عام 2017-2018 وبلغ حجم الانتاج 54 مليار متر مكعب فاصل 6 من 10 والاستهلاك 59 مليار متر مكعب ونصف المليار يأتي ذلك في حين بلغت القدرة الانتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سانويا بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73 مليار متر مكعب فاصل 4 من 10 وتتمثل ابرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة انتاجية سنوية تبلغ 28 مليار متر مكعب وحقل ريفين بقدرة انتاجية تبلغ 8 مليارات متر مكعب فاصل 7 من 10 وايضا حقل نورس بقدرة انتاجية تبلغ 4 مليارات متر مكعب فاصل 6 من 10 وكانت فتش العالمية اشارت الى ان مصر عادت الى وضع المصدر في عام 2017 بعد ان كانت مستوردا للغاز المسال متوقعة ان يكون عام 2022 عام الذروة لانتاج الغاز الطبيعي في مصر كذلك اكدت وكالة بلومبرغ ان الصادرات المصرية من الغاز المسال ستنتعش بفضل اعادة تشغيل محط الدميات لاسالة الغاز التي ستساعد مصر في ان تصبح مركزا للتصدير الى اوروبا بينما اكدت الايكنوميست ان مصر تعد واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام 2021 شاهدين الكرام اهلا بكم مجددا المرة تانية براحب اضعيف في السوديو المهندس سيد الطاهر وعض المجلس العربي للطاقة المستدامة خليني في البداية شوازي نتكلم على وضع الغاز في مصر قبل 2014 وما بعد 2014 شكرا عاميان في البداية طبعا برحب بحدك بسلام المشاهدين لو بنتكلم عن الغاز قبل 2014 وبعد 2014 خلينا نقول ان اهم نقطة بالنسبة للغاز قبل 2014 انه هو حتى الحصة الخاصة بوزارة الكهرباء ما كانتش موجود يعني مرحلة الاكتفاء الذاتي ما كناش قدين نوصل لها يعني خلينا نقول بشكل مبسط ان وزارة البترول كانت بتعاني اشد المعاناة للوصول للاكتفاء الذاتي لاحتياجات السوق المصري فده نفسه ما كانش متوفر الجزء الظاهر بقى في الحديث عن النقطة دي الحصة المخصصة لوزارة الكهرباء والطاقة كانت وزارة البترول غير قادرة على اعطاء الحصة دي كامنة لوزارة الكهرباء اللي هي خاصة بانتاج الكهرباء وبالتالي ده كنا بنشوفه كان في ظروته في 2014 بمرحلة الامقطاعات كتير جدا اللي كانت بتوصل في بعض المناطق لعشرات الساعات يعني زي ما حضرك عارف ده كان السبب الرئيسي طبعا بعد التهالك اللي كان او عدم التحديث اللي كان مامول في شبكة الكهرباء لكن العامل الرئيسي او الاساسي هو ان ما كانش فيه حصة الخاصة من المخصصة لوزارة الكهرباء من وزارة البترول اه يكفي ان انا اقول لحاك طبعا حجم الاستراد اللي كنا بنعمله كان بيوصل لتنين ونص مليار دولار اه سنويا فكل ده كانت اعباء على كاهل الدولة اكيد اه وفضلنا في السيناريو ده تقريبا لحد 2018 اللي هو بدء انتاج الغاز من حقل زهر قبل ما اتكلم على بدء انتاج الغاز من حقل زهر برضو عز يعني اعرف سادة المشاهدين برضو وضيفي يوضح لنا الامور ده اكتر ان الشريك الاجنابي كان فيه مشكلة مع الشريك الاجنابي خاصة بما يعني التزامات الدولة المصرية تقريبا بنكلم كان حوالي 3 مليار وحاجة كده 800 مليون دولار كانت التزامات فكان فيه حالة هروب من الشركات الاجنابية واحنا بنكلم في مجال هام جدا مجال التنقيب والبحث ومجال المكلف هتكلم على مسألة سداد مديونيات دولة المصرية لدى الشركة الاجنابي وتأثرها في مسألة الاكتشافات واحنا بنكلم على مسألة البنية التحتية القوية التي اتخذتها الدولة المصرية للدخول في مجال الاكتشافات بقوة يعني هو حاجة اثرت نقطة مهمة جدا وكوية جدا وهي كانت من ابرز المشاكل فعلا اللي حادثة في التوقيت ده هو عدم سداد المديونية الخاصة بالشركات الاجنبية ووصلت لسبعة ونص مليار دولار سبعة ونص يعني ده قبل بقوله مرتين سبعة ونص مليار دولار ان ده دين على الدولة طبعا عدم تزديده كان عامل يعني مفيش حافز ان الشركات تيجي بالتأكيد هو كان عامل زعر لاي شركة اجنبية ان هي تشتغل في السوق المصري رغم ان هم عارفين ان مصر ارض خصبة وجهزة بشكل كبير جدا ان هي تقدر تنتج منها غاز تقدر تستفيد طبعا من ده بشكل كبير جدا ولكن موضوع المديونية ده اثر بشكل كبير لكن النهار طبعا عشان طبعا من استاذ المشاهدين الحمد لله وصلنا من السبعة ونص مليار لتمنمئة مليون يعني كل ده تم سداده وصلنا لتمنمئة مليون ويمكن برضو ده الانطباعة اللي شفناها بشكل كبير جدا من الشركات الاجنبية اللي كانت متواجدة في اخر مناقصة كمان كان في حوالي تامن شركات دخلوا السوق المصري جداد بزرطة والتشل والبرتش وشركات كتير بخلاف طبعا ايني الايطالية اللي هي موجودة من سنوات اللي هي كانت سابق برضو في اكتشاف حقل الظهر فده يورينا ان الحمد لله الموضوع ده انتهى بشكل كبير الناس اخدت ثقة كبيرة او الشركات الاجنبية اخدت ثقة كبيرة في السوق المصري وفي اه ان مش هيتأخر لهم كل تزام الدولة طبعا بشكل كبير جدا اه ده بالاضافة بقى ان هما التنافس الكبير اللي بيحصل بين الشركات العالمية لان هما شافوا طبعا ما تحقق لدى شركة ايني الايطالية في حقل ظهر اه اكتشاف طبعا اكبر حقل اتكلم على حقل ظهر اه برضو بش مهندس خلينا اتكلم برضو على مسألة هامة جدا اه ويمكن حتى اه مش عايز رؤساءنا اه السابقين كانوا دايما يتخوفهم او بيقدموا رجل واخرهم في مسألة ترسيم الحدود البحرية ويتأثرها في مسألة اه دخول شركات اه اه عالمية في المناصات التزامات دولية للدولة المصرية سواء بالنسبة اه ليها او حتى لشركاءها الخارجي اللي حتى ممكن يتشاركوا في حدود او في حدود بحرية هنا ممكن نتكلم على لونان وعلى قبرص وعلى دول اخرى حتى بما فيهم تركيا كمان تمام هو برضو خلينا نقول ان ترسيم الحدود ده كان العامل الاساسي او يعني دي نقطة التحول قبل الاكتشافات هي دي نقطة التحول وبرضو عشان نوضح كده يعني ترسيم الحدود يعني هي كل دولة من الدول بيبقى لها جزء من المياه اسمها مياه اقليمية المياه الاقليمية دي بتبقى حوالي اتناشر ميل من حدها الساحلي طيب بعد الاثناشر ميل فيه زون كبيرة جدا تقريبا حوالي ميتين ميل اللي احنا بنسميها المنطقة الاقتصادية المنطقة الاقتصادية دي كانت في منتصف الدول اللي احنا بقى على الساحل بالكامل علشان يتم ترسيم الحدود اه كان لازم كل الدول دي طبعا تقعد على تربيزة المفاوضات ويبتدوا يتكلموا في كل جزء يعني كل جزء هتاخدوا انهي بلد او كل جزء ده من داخل حدود انهي بلد اه في نقطة مهمة جدا برضو عايز اقولها لحضرتك يعني احنا النهاردة بدون ترسيم الحدود حقل ظهره اصلا يقع اقرب يعني هو الكبرس اقرب من مصر يعني حقل ظهر بيبعد مثلا عن الحدود الساحلية بتاعة بورسعيد تقريبا مئة وتسعين كيلو متر في نفس التوقيت لو احنا اثناء الكبرس هو بيبعد مئة وستين كيلو متر الكبرس فاذا من غير ترسيم الحدود هو كان يبقى تابع للكبرس مش تابع لنا وكانت حصلت منازعات شديدة جدا جدا بعد الاكتشافات وبرضو دي نقطة حضرتك اثرتها مهمة قوي ان الشركات الاجنبية النهاردة اللي بتنزل تعمل الاستكشافات على الحقول اه هي مش بتاخد يعني مش بتاخد العائد المادي قبل ما تشتغل يعني هو كل الجزء الاولاني تقريبا من بداية شغلها كل ده هي بتتحمل اعباؤه فالنهاردة علشان دوء عشان شركة عالمية تنزل تبتدي تعمل استكشافات بالمليارات زي ما حك تفضلت مش هتعمل ده وهي اه الانة اني ممكن حد يجي اه يضرب فيها يعمل حاجة بالنسبة لشغلها او ان دي مش ارض دولة دي لا دي ارض الدولة دي وبالتالي فما كانش هينفع ده يتم في الفترة السابقة قبل ترسيم الحدود عشان انا يقول لحك ترسيم الحدود هو يعتبر العامل الرئيسي اللي بعدها ادت مقنون للشركات الاجنبية وبالتالي بيبقى اعمال الحفر او التنقل يبقى زي ما اشار دفي في اه امرين اه يعني اهمين اه اللي هما مسألة ترسيم الحدود البحرية ومسألة اه سداد ديون الشريك الاجنبي نتكلم على حق الظهر ويعني اه الحديث دائما عن حق الظهر انه هو يعني دائما حديث كل تفاؤل سواء بالاكتشافات الغاز اللي موجودة حاليا او بعملية تطوير هذا الحقل نعرف سادة المفاهدين حجم الاحتياطيات حجم ما يستخرج من هذا اه الحق الظهر اه حجم الاحتياطيات او ما يستخرج من حق الظهر خلينا بقى يعني التقرير طبعا كان بيتكلم سنوان خلينا اقول حكا يوميا النهاردة انا اقدر اخذ من حق الظهر اتنين وسبعة من عشرة مليار قدم مكعب في اليوم في اليوم الواحد والانتاج ده كان وصل لتلاتة والتلاتة واثنين من عشرة بعدين تراجع وتقريبا احنا بنتكلم في المتوسط بتاعه حاليا اتنين وسبعة من عشرة مليار قدم مكعب يوميا اللي هو تقريبا ما يبلغ من حوالي اربعين او اتنين واربعين في المية من انتاج الغاز المصري كل ده بيبقى من خلال حقل زور وطبعا زي ما بقول لحضرتك هو الحصول عليه كان شيء صعب جدا وقوي جدا جدا لانه هو تقريبا في منطقة امتياز شروق البحرية اللي بيبعد تقريبا عن سواحد بورس عيد مية وتسعين كيلو متر ونزلوا على عمق علشان يبتدي يظهر الغاز معهم اربع تلاف مية وتلاتين متر تحت سطح البحر فيعني ده ده تقريبا هو نقطة تحاول كبيرة جدا وضخمة جدا اللي غيرت الاتجاهات وخلتنا تحولنا من نقطة عدم الاكتفاء الزاتي او العجز في الطاقة او الغاز لنقطة الاكتفاء الزاتي وما بعد ذلك الى نقطة التصدير تمام هنتكلم على اكتشافات اخرى جديدة غير حقل زهر كمان يعني خاصة زي ما اشار ضيفه زي ما اتكلمت وقلت ان هناك شركات كثيرة يعني دخلت الى السوق المصري خاصة بعد الوفاء بالتزامات الدولة المصرية ناحية الشريك الاجنب وخاصة احنا بنكلم في مبالغ كبيرة يعني خلينا نشوف التعليل وبعد كده نتكلم على اخر اكتشافات بما فيها حقل زهر ايضا بعد هذا التقرير فوقوا معنا جهود كبيرة تبذلها مصر لتضع نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز الطبيعي حيث تم توقيع 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الادنى نحو 17 مليار دولار ومنح توقيع تقدر بنحو مليار دولار فاصل واحد من عشر لحفر 384 بئرا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى اكتوبر 2013 وفي اطار التوسع في عملية الاستكشاف عن حقول الغاز تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في سبتمبر 2014 في حين تم توقيع اتفاقية اخرى مع السعودية في ابريل من عام 2016 لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في اغسطس 2020 وحول تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط فقد بادرت مصر بفكرة انشائه خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان في اكتوبر 2018 ودخل حيز النفاذ في مارس 2021 والذي اصبح مظلة للتعاون والتكامل الاقليمي لاستغلال موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لتحقيق اقصى فائدة للمنطقة العديد من الاليات ساعدت مصر في التحول من دولة مستوردة الى مصدرة للغاز المسال لمختلف الاسواق العالمية وذلك بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي حيث تم تنفيذ 30 مشروعا في هذا الاطار منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021 باجمالية تكلفة استثمارية بلغت نحو 514 مليار جنيه كذلك بلوغ اجمالي القدرة الانتاجية لمصنعي الاسالة باتكو دمياط 12 مليون طن سنويا فضلا عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة ثماني سنوات وقامت مصر بتصدير اولى شحنة من الغاز المسال من المصنع في مارس 2021 مما ادى الى زيادة صادراتها بنسبة 123% لتبلغ 6 ملايين طن فاصل 7 من 10 عام 2021 مقارنة ب3 ملايين طن عام 2013 وقد اشرت وكالة ستاندرد اند بورز الى ان عودة تشغيل مصنع دمياط منح منفذا اضافيا لتصدير الغاز المصري في حين اكدت الوكالة الدولية للطاقة ان النصر تعد ثانية اكبر مساهم في نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم خلال الفترة من يناير حتى اغسطس 2021 مشاهدين الكلام اهلا بكم مجددا بشمهندس كنت بتكلم على حقول اخرى يمكن انت حضرتك اشارت حتى اسناء التقرير ان حقل ظهر يعتبر من اكبر حقول المكتشفة ولكن هناك حقول كثيرة يعني موجودة اه مكتشفة اخرى عندنا حقول في شمال اسكندرية ده يعتبر حقل تاني يعني تاني حقل بعد في النسبة لكمية الانتاج بعد حقل ظهر عندنا حقول في الفيوم في نور وحورس وفي نور وفي حورس اه وفي مجموعة حقول هيتم اكتشافها الفترة القادمة ديا اه تم التعاقد عليها مع تسعة تسعين زي ما حاج شفت في التقرير الولاياتي تسعة تسعين شركة عالمية اصلا اه وفي اكتشافات هتم تقريبا في حوالي تمانية وستين اه كان تمانية وستين حقل او او بير هيبتدي التعامل معهم الفترة اللي جاية اه ده الكلام ده يعني ده نقول الحكة عليه في المش في القريب العجل ده احنا خلال يعني يبتدي فيهم خلال فترة بسيطة جدا القادمة تمام خليني برضو اقول حاجة معلومة كده يعني بحب اأكد عليها ان استخدام الغاز الطبيعي في الطاقة هو اسوأ استخدام بمعنى ان احنا نستخدم الغاز اه في مثلا محطات الكهرباء او كواقود لان الغاز الطبيعي ليه استخدامات كثيرة جدا جدا وغير متناهية حتى الملابس الملابس بيخدش فيها الغاز الطبيعي ويمكن الدولة المصرية يعني او دايما استاد رئيس عفتاح السيسيا بيكلم على القيمة المضافة يعني زي مثلا عندنا مسألة الرخان كنا بنصدر الرخان للصين فارجع علينا دلوقتي عندنا مجمع رخان كبير في الجلالة وعندنا في العريش هتكلم برضو على الغاز الغاز وعندنا اه يعني استخدام الغاز في في صناعات اخرى وهتكلم هنا على صناعة البتروكيمويات باعتبارا الدولة المصرية من اوائل الدول المصادرة للبتروكيمويات ومصنع الاسمدة النصر في اسكندرية ومصنع اخرى يعني فعلا الغاز اسوء استخدام ليه ان يستخدم في الطاقة؟ لا هو هو طبعا من الجزء من الاستخدام بلكن لكن ما بيبقاش يعني عائده العائد كبير ما بيكونش العائد بتاعه كبير وخصوصا ان في جزء كبير جدا جدا من الغاز المنتج بيضيع في الكهرباء يعني احضاك تقريبا بصينا هللا اني النهاردة حصة الكهرباء من الغاز تقريبا وصلت لستين في المية لانتاج الغاز وبالتالي انا عندي ستين في المية بيطلعوا من الغاز المنتج اللي انا اقدر استفيده زي ما حقا قلت مثلا في مصانع البتروكيمويات اللي هي العائد الاساس كمان ده ده في صناعات كتيرة. اه. حاجات كتير جدا بيخش في صناعات كتير جدا. اه زائد ان فيه نقطة برضو مهمة جدا انه النهاردة استخدام الغاز في الصناعات دي. اه. ومسلا في موضوع زي السيارات اللي احنا النهاردة بنحولها للغاز. زي موضوع الافران اللي احنا النهاردة بنحولها للغاز. اه. ده بيساعد كتير جدا على مكافحة تغيير المناخ. اللي النهاردة هو الملف الا على اه اولويات كل الدول بالكامل يعني. نوفر القادم الدولة المصرسة هو تستضيف اه مؤتمر المناخ بعد جلسكو في المملكة المتحدة يعني. بالضبط هتعقصه مصر طبعا وهتبقى بتتكلم باسم يعني قارة افريقيا بالكامل. اه النهاردة وزارة البترول ويمكن نسمعنا ده في التقريب بتاع المهندس طارق المولة وزير البترول والطاق ان كان اه فيه ربعمائة وعشرين الف سيارة بقت جاهزة النهاردة انها هتعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة اللي فاتت. اه شفنا برضو اني عندنا النهاردة فيه ستمية محطة وقود تعمل بالغاز او تمد يعني السيارات بالغاز على مستوى الما على مستوى مصر. وفيه ربعمائة تحت الانشاء بيجهزوا دلوقتي هيخلصوا قبل نهاية السنة. يعني هيبقى تقريبا عندنا الف محطة وقود منتشر على جمهورية مصر العربية لتموين الغاز اه او التموين بالغاز الطبيعي. شفنا المبادرات اللي اتعاملت لموضوع الافران ازاي ان انا بغير السولار او المزود بغاز لان طبعا الحقيقة عارفة احنا الحد النهاردة ستيل بنستاورد برضو جزء من السولار والمزود عكس الغاز اللي هو بقى فائد عندي النهاردة. اه يمكن الجزئية دي هي جزئية مهمة جدا مسألة التغير المناخي والاحتباس الحراري وساني اقصد الكربون والعالم كله يعني العالم كله الان يشهد اهمية كبيرة لمسألة التغير المناخي كان في المملكة المتحدة بريطانيا جلسكو عشرين واحد وعشرين عندنا في شرم الشيخ نوفمبر عشرين اتنين وعشرين مؤتمر للمناخ تتضيف الدولة المصرية في مدينة السلام في شرم الشيخ فبالتالي اصبح مسألة يعني الحفاظ على البيئة ليست رفاهية خاصة ان احنا كلنا بنعاني الان يعني لا تصيف بقى صيف ولا شتة بقى شتة زي ما احنا بنقول واهلنا بتقول يعني طبعا خليني باشوانز هنا اتكلم على يعني نتكلم على الغاز الطبيعي ونتكلم على الغاز المسال عندنا اكبر محططين للغاز المسال ضميات واتقو يعني ايه غاز مسال? غاز مسال اقول لحالك ببساطة شديدة جدا انا النهاردة لو انا عندي منتج معين انا عايز انقل المنتج ده من مكان لمكان المنتج ده للاسف بياخد حجم كبير. يعني شكل كبير او حجم كبير. وبالتالي فلما هجن له هيكلفني اكتر على فايدة اقل. الفكرة بقى من المسال الغاز المسال هو ايه? اني انا بعمل تبريد او ضغط للغاز ده بقلل حجمه ستمائة مرة تقريبا. ستمائة مرة. ستمائة مرة تقريبا عن حجم. يعني ستمائة قدم الغاز طبيعي يسوي قدم غاز المسال. بالزبط كده. وبالتالي هو بيديني اه يعني مستين كبار جدا. الميزة الاولانية زي ما حكتا فضلت كده اني انا بيقلل لي حجمه ستمائة مرة. وبالتالي اقدر ان انا اتعامل مع اوان اصداره. بتكلفة اقل. النقطة التانية ومهمة جدا 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 انه هو بقى بيديني الفرايطي او المنورة ان انا ازاي اقدر ابيعه بشكل اسهل. يعني انا النهاردة. لو انا بتكلم عن البنية التحتية. وعن التيوب مثلا او الانبيب اللي ربطه ما بيني وما بين الدول. فده ما صار معروف ان انا بصدر من خلاله. طيب ايه بقى الفايدة اللي انا باخدها من الغاز المسهل? ان ده بيبقى سهل ان انا احطه في شاحنات يعني يبقى زيه زي اي منتج انا بنقله. ام. بتحطي بقى في البراميل بتاعته في الشاحنات بتاعته. اشوف الدول اللي محتاجة ده اقدر اديلها ده بسهولة من غير ما يكون مرتبط بالبنية التحتية او بالتيوب اللي معمول ما بيني وما بين الدولة دي. يعني مش شرط يبقى نبيبي. ممكن نقول اه بننقله زي البترول. شاحنا بالزبط كده. ام. او في بامب كبير. او في بامب كبيرة. ده اللي بيتعامل حاليا بالنسبة للغاز المسهل. فدي ميزة كبيرة جدا جدا جدا. بالاضافة بقى ان النهاردة مصر بقت هي الدولة اللي موجودة على على شرق المتوسط اللي عندها الغاز المسهل. وعندنا مصنعين زي ما حكتا فضلت كبار جدا. يعني مش صغيرين. ام. بكدرة استعبية كبيرة جدا. اه بالتالي لو انا حد من الدول الجوار عنده كمية الغاز زي مسلا كبروس وحق الافردات اللي عنده اللي في كبروس حاليا دلوقتي انا اقدر اخد منه الغاز. وسيله. وسيله. وارجع اعيد تصديره. هتكلم على منتدى البحر الابد المتوسط لانه هو برضو في نفس هزي الفكرة يعني. اه. ولكن خلينا اتكلم اه باشوان سيد. هل الغاز المنسال استخدامته زي الغاز الطبيعي? اه هو هو يا فندم انا يرش اي حاجة في خواصه. اه. احنا بس يعني جزت ان انا بقلل حجمه وارجع عيده تاني لطبيعته. تماما. مش اكتر من كده. هنطلع تقرير بعد هذا التقرير هنتكلم على تأسيس منتدى الشرق الاوسط اه او شرق المتوسط اه الفكرة من انشاؤه وهو تم انشاؤه تقريبا في اكتوبر الفين وتمنتاشر. الفكرة والهدف من انشاء هذا المنتدى بعد هذا التقرير. فابقوا معنا. اتنامي الطلب في الاسواق العالمية على الغاز المسال وقدرة مصر على المساهمة في تأمين احتياجات هذه الاسواق تبنت الدولة خطة طموحة للتحول الى مركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز. مصر اه عدت من البداية بيئة جيدة من اجل زيادة الاستثمارات في هذا المجال عدت اه غيرت من اه التشريعات اللازمة من اجل جذب الشركات الاستثمارية الكبرى عدلت من صيغ العقود التي تتم ما بين مصر وما بين الشركات الكبرى الخاصة بعمليات التنقيب وادرت الحمد لله شفنا اكتشافات عديدة جدا سواء في البحر المتوسط سواء في الدلتة سواء في اه الشواطئ اه البحر الاحمر اه هذه الاكتشافات التي تمت مؤخرا جعلت من مصر قبلة لشركات الاستثمار الكبرى من اجل الكشف واه اه استخراج الغاز الطبيعي وده بالتأكيد اه ادر يكفي احتياجات مصر ومصر ادرت اه تصل لتغطية احتياجات مصر بالكامل من الغاز الطبيعي وبدأت تكون مركز لتصدير هذا الغاز للدول المجاورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وامتلاك بنية تحتية قوية متمثلة في شبكات ومصانع اسالة وموانئ بالاضافة الى منتدى غاز شرق المتوسط عوامل من بين اخرى تؤهلها للقيام بهذا الدور المهم. في عشرين عشرين حققت اكتفاء الذاتي من الغاز. المفروب دلوقتي ان انا ادعم هذا خاصة في ان انت لسه عندك اكتشافات لم تكتشف بعد ممكن تستفيد بها للاجيال القادمة في تحقيق موارد من النقد الاجنبي لان الغاز هو اه تقدر تقول عليه انه هو الدجاجة التي تبيضة دهبا. واقتصاديات دول بتعتمج اساسا على البترول المملكة العربية السعودية الكويت. تعرف الكويت حضرتك عزيزة المسلم. الكويت عملتها تفوق اي عملة في العالم. اي عملة في العالم الكويت عملتها كده. تقولي هي بتتعرض لاليات السوق? لا. لان هي ده جابري تم تسعير سعر دينار الكويتي ليكون اعلى من سوال. ليه بقى لان كويت ما عنداش غير سرعة واحدة بس. هي البترول. وبالتالي انت عندك الحمد لله خير كتير سواء بترول او في مختلف كل صناعات التحويلية. اللي نقدر بعد كده نقدر نقول ان مصر على الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة. وبفضل قدرتها على خدمة الاسواق العالمية والاقليمية تستعد مصر لان تصبح دولة رائدة في تجارة وتداول الغاز المسال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. خدينا الكرام اهلا بكم مجددا ناشون ديز سيد كنت بكلم على تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الفكرة والهدف من انشاء هذا المنتدى وتأثيره على وضع مصر الاقليمي كدولة منتجة ومصدر الغاز الطبيعي. اه منتدى شرق المتوسط هو اه الشيء الاساسي اللي خلى مصر النهاردة تبقى هي رائدة للدول الجوار في جزئية الغاز. وخصوصا طبعا اللي زاد قوة هذا المنتدى اللي النهاردة اه اصبح منظمة. اللي زاد قويته النهاردة دخول دولة زي فرنسا. اه اللي زاد قويته النهاردة مراقبة دولة زي زي الولايات المتحدة الامريكية. يعني ده يورينا قوة المنتدى ورؤية العالم المتقدم لاتجاه شرق البحر المتوسط. يورينا قد ايه الحتة دي مهمة ومفيدة. وقد ايه الحتة دي كل شايفة ان هو كنز مدفون هيجرى استكشافاته الفترة المقبلة. هنا برضو خلينا ارجع لمسألة برضو يعني مش شيء يذكر وحنا بنكلم على الغاز. مسألة البيئة الخضراء والتنماء المستدامة عشرين تلاتين. واحنا هنا بنتكلم على يعني اه موضوع لا يهم الدولة المصرية فقط. ولكن احنا بنتكلم على موضوع دولي عالمي اهتمام اه من كل دول العقل الامم المتحدة ومنظماتها وكل الهيئات التابعة لها بمسألة البيئة الخضراء. اتكلم هنا على مسألة تحويل الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وآآ للحافلات. ده يأثر في يعني بالسلبة او بالاجابة على انتاجية مصر من الغاز. خاصة احنا بيكلم دولة يعني بكلام بيكلم ان مصر هتبقى تاني اكبر مساهم في نمو صدرات الغاز وهنا كلم على الغاز المسألة. تمام. اه هو بالنسبة النقطة يعني خلينا نبتدي من اخر نقطة بس احنا صدرات مصر السنة دي او يعني اخر اخر عشرين وعحد وعشرين وصلت لستة ونص مليون طن. اه بما يقارب تقريبا. يوميا? لا اه تصدير اللي تاني يعني صدرات طن. اللي هو ما يقارب تقريبا تلاتاشر مليار دولار يعني فهو رقم كبير طبعا مش رقم صغير مقارنة بالعام اللي قبله كان عشرين عشرين واحد ونص مليون مليون طن. يعني دي قفزة كبيرة جدا. اه اما بقى بخصوص اه اه النهاردة احنا عايزين نقيم الجزء بتاع الغاز او ملف الغاز بالنسبة لصدرات مصر او بلاش صدرات مصر خلينا نقيم الجزء ده بالنسبة للاقتصاد المصري النهاردة خلينا ببساطة جديدة الغاز هو وقود عجلة الاقتصاد. ده بدون شك. الطاقة بشكل عام. لكن لو بنكلم على طاقة نظيفة يبقى رقم واحد الغاز. رقم واحد الغاز. النهاردة لما اعمل الاستبدال للغاز. للسولار وللمزود بالغاز الطبيعي فهو انا بعمل ده تجاه الطاقة الجديدة والمتجددة. بعمل ده نتاج اني انا عايز اتحول للاخدر. اللي هو الملف اللي احنا اللي حاك قلت عليه الدول كلها النهاردة بتاسع عليه وخصوصا ان احنا اللي هنستضيف المؤتمر. في نهاية اه في شهر 11 القادم. اه ده هيفيدني النهاردة في ايه? يعني الافرام مثلا اللي كانت شغالة بالمزود وشغالة بالسولار. ده كان عيدة علينا وتكلفة علينا. اللي انا النهاردة بستبدله بالغاز الطبيعي. سؤال حضرتك بقى. ده بيأثر في اكنتاجية الغاز اكيد طبعا ده هيأثر. ولكن استراتيجية اللي معمولة لان مصر تكون اه اقليمية للغاز هنستفيد منه في ايه? ان انا النهاردة بستورد غاز لحد النهاردة. بس مش بستورد غاز عشان اعمل بيه اكتفاق ذاتي. انا بستورد غاز النهاردة اعمل له عملية الاسالة وارجع اعيد تصديره مرة اخرى للدول زي دول مثلا زي القارة العجوز بالنسبة لاحتياجاتها الشديدة جدا جدا للغاز. اه ده اللي رئيس حتى في اه من كم سنة قال عليه احنا كده جبنا جول يعني با. هتكلم عجوزية دي باكسر تفصيلا لان بحتاجة برضو الساي المشاهدين يبقوا معنا. بنستورد غاز اعمل بنستورد غاز ازاي? واحنا اصلا دولة مصدرها لا احنا بنستورد. وعندنا صرحين كبيرين اتكو وضميات للغاز المسال بنستورد وبنعمل اعادة تصدير. وبالتالي بيبقى فيه منفعة للدولة المصرية ومنفعة حتى للدول اللي بنستورد منها غاز. وهنا نتحدث عن مركز اقليمي لتسويق الغاز الطبيعي. هاخد اخر تقرير وهتكلم على الدولة المصرية كمركز ومحور هام لتسويق الغاز. ومستقبل الدولة المصرية في هذا المجال الغاز الطبيعي. لان الاحاديث او الكلام بنتكلم ان الدولة المصرية في سبيلها ان تكون ثاني دولة مصدرة للغاز المسال في المنطقة. بعد هذا التقرير. اشتركوا معنا. مصر في طريقها لان تصبح المنصة الاكثر تنافسية في العالم للتجارة وتداول الغاز المسال. وذلك بفضل قدرتها على انتاج ثلاثة وسبعين فاصل اربعة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. تغطي السوق المحلية وتلبي احتياجات العديد من الاسواق العالمية والاقليمية. الغاز الطبيعي يعني اشياء كثيرة. يعني بيئة نقية. بيئة قوية. شباب صحي او رجال اصحاء. قلة التعاون مع المستشفيات لان وجود صحة. بيئة نقية. بيئة نقية تعني طعام بقي. تعني طعام صحي. تعني كل شيء. فهذا الامر مهم جدا جدا. وباطن مصر يسخر بكثير من المعادن النفيسة والمهمة مثل النحاس والحديد والزهب وغيرها بالاضافة الى المعادن النفطية كالزهب والغاز الطبيعي. ولا شك ان مصر لديها مرزون استراتيجي ضخم جدا 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 من غاز طبيعي. هذا المرزون يفيد الجيل الحالي والاجيال المقبلة. وهو حسنا فعل مجرس الزراع عندما دعا وايدة وناشدة. واعلن ان مصر تكون مركزا اقليميا لهذا النوع من النفط. الغاز الطبيعي شيء مهم. السلطات ممكن تعمل بغاز طبيعي فيقل التلوث. يقل التلوث الصحة تكون جيدة. يقل الاخطار البيئة تقل وتضعف وتكون هناك قفزة مهمة جدا. عندما يتم تصدير كميات ضخمة مما يؤدي الى جلب عملات صعبة. العملات الصعبة تسهم وتساعد في تنمية البلد. تسعم في ايجادة وظائف جديدة. تسعم في تقليل زيادة سكانية. الغاز مجروف فيها حاليا. وتعزز موقع مصر كمنصة عالمية لتصدير الغاز بتكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبعي. حيث تم تنفيذ ثلاثين مشروعا لتنمية حقول الغاز منذ يوليو الفين واربعة عشر وحتى سبتمبر الفين وواحد وعشرين باجمالية تكلفة استثمارية بلغت نحو خمسمائة واربعة عشر مليار جنيه. مصر كانت اكبر مستورد للغاز الطبيعي في العهلة. في الفين وخمستاشر والفين وستاشر والفين وسبعتاشر. من بعد الفين وطمنتاشر واكتشاف حقل زهر في البحر الابيض المتوسط. اللي بينتج تلات مليارات آآ قدم متر المكعب في اليوم غاز. وطبعا عندنا حقل النورس آآ واحد واثنين من عشرة بينتج مليار متر قدم متر المكعب في اليوم. آآ حقيقة ان القيادة السياسية اللي هي تعتبر هدية السماء لمصر هي وراء تنمية الحقول المكتشفة وتنميتها وتزليل العقبات امام المستثمرين في البترول زي شركة ايني الايطالية. آآ القيادة السياسية زللت كل العقبات امام آآ انتاج آآ الغاز الطبيعي. وبحسب بريتش بتروليوم احتلت مصر المركز الرابع عشر عالمياً والخامس اقليمياً والثاني افريقياً في انتاج الغاز في عام الفين وعشرين. بحجم انتاج سنوي بلغ ثمانية وخمسين ونصف مليار متر مكعب وهو ما يجعلها في وضع يسمح لها بان تصبح مركزاً اكثر تنفسية على المستوى العالمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي. موسيقى شهدين الكرام اهلا بكم مجددا نجزء الاخير من حلقتنا في برنامج ملفات هنتكلم فيه على اختيار مصر او موقع مصر كمركز اقليمي ودولة محورية في مسألة تصدير الغاز والتجارة بقى نقدر نقول كبيراً والتجارة في الغاز الطبيعي. اه ومستقبل اه يعني الاكتشافات في مجال اه الغاز بشوان للسيد. اه زي ما حالك تفضلت كده لو هنتكلم تقريباً عن المستقبل فخلينا نقول ان في اه اولى الاكتشافات اللي هتم دلوقتي او اولى عمليات التنقيب اللي هتم في الفترة القريبة القادمة في الكسير وفي مارسى عالم بالنسبة بالبحر الاحمر. احنا مرتزين طبعاً على الاكتشافات البحر متوسط. دلوقتي خلاص بعد الترثيم هنبتدي نشتغل على البحر الاحمر. مصر اقليمياً او مركز اقليمي لتبادل الطاقة لان زي ما حضرتك قلنا كده قبل التقرير ان مصر النهاردة لازارت بتستورد الغاز. مم. علشان يتعمل له عملية الاسالة ويرجع تاني يتصدر. وده اه اللي الرئيس قال عليه احنا جيبنا جول بمعنى ايه? ان النهاردة انا بشتري الغاز ده بسعر. بيحصل له عملية الفريزنج او الاسالة. ابتدي بعد كده اصدره لدول زي قارة زي قارة اوروبا مسلاً او لاي دولة من الدولة. خاصة ان فيه مشاكل في الغاز يعني الازمة الاوكرانية الروسية. واعتماد الدولة الالمانية بشكل كبير على الغاز الروسي بالتأكيد. بالضبط انهاردة اه يا فرصة يعني تكاد تكون زهبية بالنسبة لمصر انها تدخل بقى السوق الاوروبي بقوة. اه نتيجة التوتر اللي حاصل ما بين روسيا وما بين اه اوكراني. المستقبل بقى. المستقبل خلينا اقول لك نقطة بسيطة جدا. بالنسبة لموضوع الاستوانات بتاعة البتوجاز مسلاً واسمعنا المهندس طارق المولة كانتكلم عنها. النهاردة انا لما عمل دخلنا تلاتاشر مليار اه تلاتاشر مليون وحدة سكنية. اه طبعاً للغاز الطبيعي. ده نتج عنه ايه? نتج عنه ان ده تقريباً بيغازي حوالي يعني او بيخدم حوالي سبعة وخمسين مليون مواطن. اه ده نتج عنه ايه? ان بقى فيه كمية الاستوانات دي نزلت بمئة مئتين وخمسين مليون استوانة سنوياً. اه. اللي هو وفار لدعم سنوي كان بيتعامل للجزئية دي او للملف ده. بيوازي تقريباً عشرين مليار جنيه مصري. اه. فده رقم متوفر للدولة. هيساعدني اكتر في موضوع الاكتشافات اللي بكتمل. وفي التنمية بشكل عام يعني. بالزبط. بالزبط. نور تلاش مهندس. ربنا اخليك فاند انشرف لي. الله يخليك. كل شكر والتقدير للمهندس سيد الطاهر عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة كنت ضيفاً عزيزاً في هذه الحلقة من برنامج ملفات. الشكر زمولاي في استيديو اتنين. والشكر زميلي. وليد محمود رئيس تحرير. وقصة الاخراج. عز النحاس والمخرج الكبير متحف الزهيري. وشكر لكل استاذ المشاهدين على حسن المتابعة. الحق وانا اهاب الويند على خير. الى اللقاء.